اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الاوامر الملكية تضمنت اعفاءات وتعينات في وزارة الدفاع حسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية الاوامر الملكية تضمنت تعيين الفريق الركن سياد الرويلي رئيسا لهيئة الاركان العامة خلفا للفريق اول عبدالرحمن البنيان بعد احالته الى التقاعد وتأتي الاوامر الملكية في السعودية بعد الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المجتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة